بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وأوقاتكم معكم المعلمة أريج حسن من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الرابع بعد الانتهاء من درس القراءة أم قيس سنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن إنا وأخواتها قبل ذلك يا رابع درسنا في الفصل الدراسي الأول عن كان وأخواتها وقلنا أن كان وأخواتها هي أفعال ناسخة ومعنى أنها أفعال ناسخة أي أنها تدخل على الجمل الإسمية فتغير معنى الجملة بالإضافة إلى أنها تغير حركة الخبر ما التغيير الذي يطرع على الجملة الإسمية بعد دخول كان وأخواتها وما هي أخوات كان كان من أخواتها أصبح وأضحى وأمسى وظل وبات وصار وليس أما التغيير الذي يطرع على الجملة الإسمية بعد دخول كان وأخواتها يا رابع هو كالتالي نحن نعلم بأن الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع بعد دخول كان أو إحدى أخواتها على الجمل الإسمية المبتدأ يبقى مرفوعا كما هو ولكن يصبح من الناحية الإعرابية اسمه كان أما الخبر تنصب كان وأخواتها الخبر ويسمى خبر كان لنرى معنى المثال الآتي الطالب نشيط يا رابع جملة إسمية بدأت بالإسم الطالب فالطالب هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم ما به الطالب ماذا أخبرتك عن الطالب أنه نشيط فنشيط هي خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم أدخلت لكم من أخوات كان صار فأصبحت الجملة صار الطالب نشيط لاحظ معي رابع التغيير الذي طرأ على الجملة بقي المبتدأ مرفوعا كما قلت ولكن الخبر أصبح منصوبا بتنوين الفتح إذن هذا هو التغيير الذي يطرأ على الجملة بعد دخول كان أو إحدى أخواتها وهو أنها تنصب الخبر تمام الآن رابع من الناحية الإعرابية بعدما كانت الجملة مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع أصبحت صار فعل ماضي ناقص من أخوات كان الطالب اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضم أما نشيطا فهي خبر صار منصوب وعلامة نصبه تنوين ألف أما إن وأخواتها فهي حروف ناسخة وليست أفعال ناسخة مثل كان وأخواتها هذه الحروف الناسخة تدخل أيضا على الجمل الإسمية المكونة من المبتدأ المرفوع والخبر المرفوع لو سألتك يا رابع ما هي أخواته إنا؟ ما التغيير الذي يطرأ على الجملة الإسمية بعد دخول إنا وأخواتها؟ أخواته إنا يا رابع هي أن وليت ولعل ولكن وكأن إنا وأن تفيدان معنى التوكيد ليت تفيد معنى التمني ولعل تفيد معنى الترجي ولكن تفيد معنى الاستدراك وكأن تفيد معنى التشبيه التغيير الذي يطرأ على الجملة يا رابع بعد دخول إنا وأخواتها هو أنها تنصب المبتدأ الذي هو مرفوع بالأصل ويسمى اسم إنا وتترك الخبر مرفوعا كما هو ويسمى خبر إنا مرة أخرى إذن هي تنصب المبتدأ ويسمى اسم إنا وتترك الخبر مرفوعا كما هو ويسمى خبر إنا إذا لاحظت يا رابع أنها تعمى العكس كان وأخواتها إن وأخواتها تنصب المبتدأ وتترك الخبر مرفوعا أما كان وأخواتها فهي تنصب الخبر وتترك المبتدأ مرفوعا لنرى معا الأمثلة التالية الثمر ناضج جملة اسمية مكونة من المبتدأ المرفوع الثمر ومن الخبر المرفوع ناضج اخترت لكم من أخواتي إنا لعل التي تفيد معنى الترجي فأصبحت الجملة لعل الثمر ناضج التغيير الذي طرأ على الجملة يا رابع بعد دخولي لعل عليها هو أنها نصبت المبتدأ الذي كان مرفوعا ولكن بقي الخبر مرفوعا كما هو السعادة دائمة أيضا جملة اسمية مكونة من المبتدأ المرفوع والخبر المرفوع اخترت لكم من أخواتي إنا ليتا التي تفيد معنى التمني فأصبحت الجملة ليتا السعادة دائمة التغيير الذي طرأ على الجملة بعد دخولي ليتا هو أنها نصبت المبتدأ الذي كان مرفوعا وبقي الخبر المرفوع كما هو مرفوعا الله غفور كذلك أدخلنا إنا التي تفيد معنى التوكيد فأصبحت الجملة إن الله غفورا لاحظ معي يا رابع التغيير أنها نصبت المبتدأ الذي كان مرفوعا ولكن بقي الخبر مرفوعا كما هو من الناحية الإعرابية يا رابع نقول لعل حرف ناسخ من أخواتي إن يفيد معنى الترجي الثمر اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة وناضجا خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم كذلك ليتا حرف ناسخ من أخواتي إن يفيد معنى التمني السعادة اسم ليتا منصوبا ودائمة خبر ليتا مرفوعة الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وغفور خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم في النهاية نقول بأن إن وأخواتها حروف ناسخة تدخل على الجمل الإسمية فتنصب المبتدأ ويبقى الخبر مرفوعا كما رأينا يا رابع وهي تعمى العكس كان وأخواتها التي تنصب الخبر ويبقى المبتدأ مرفوعا يتبقى عليك عزيز الطالب حل أسئلة الكتاب الموجودة صفحة 27 و28 ترجمة نانسي قنقر